موسيقى أهلا بكم من جديد يسعدني أن يكون ضايفي في هذه الحلقة واحد طبعا من نجوم نادي الزمالك ومن الناس اللي كانت يعني بقولك مثلا الشيئة دي تمليك المحل ده تمليك الناحة الشمال دي كان تمليك برضو بالنسبة له طرق السيد صاحب الجابهة اليسرى البيضاء سنين طويلة جدا في نادي الزمالك كنت الطرق مساء الفل مساء الفل وحشني جدا جدا يعني عمر كبير الأيام الحلوة الأيام الجميلة طبعا وانت ممكن حضرت الجيل كله من أوله وحضرت معنا الأيام البطولات العظيم للزمالك وبشير التابع عبدالحلي معالي كيل عشان لك بالخير ودايما بالخير معاك ربنا خليك سعيد جدا انت بنورنا جدا بنا خليك لدي والله العظيم بجد يعني كبت الطرق انت يعني بلاحظ حاجة ان انت دايما حريص ان انت وحتى انت بشغلك وانت برا الزمالك انت كتير برا الزمالك يعني انت شغلك دايما برا الزمالك في السنين اللي فاتت دي انا ما اشتغلتش في الزمالك خالص الى مرة واحدة انا من ساعة ما بطلت مرة واحدة مرة واحدة المدة تشهد ثلاث شهور بس فقطع الناشئين ده كان سنة كان لا فريق اول ايام ايام ما احمد حشام بيدو ميسك الفريق اول مرة كان مجلس مؤقت كان مع دكتور كمال درويش دكتور كمال درويش وكان سعيدة كابتن عيمان يونس وكان معهم احمد مرتضى دي بس الثلاث شهور دول بس اللي اشتغلت في فنادي الزمالك لا بس اشتغلت في قطاع الناشئين ايام ايام مين كان الدكتور محمود سعد ده هو مدير قطاع الناشئين كنت بطلت بعد بطلت على طول يعني اه بعد ما بطلت على طول كنت خط تجربة انتخابات كده في مجلس نواف في المزارة عندي وبعد كده رجعت منها على تدريب 2012 ده كانت سنت كم؟ اه خط الانتخابات بتاعت عشرين وعشرة اه واخط الانتخابات اللي هي بتاعت عشرين وعشر مرتين وبعد كده ركزت بقى في التدريب بدأت تتركز في التدريب اه خدت الدراسات بتاعتي وخدت مرة دورة تدريبية قبل كده في نادي تقول تعاست تخش في العمل السياسي؟ غلط عن انت أستاذنا الوقت السياسي الكرة أحلى يا عم عبي كتير اه تعرف اقولك على حاجة انا قدمت بورماك سياسي اه واشتغلت في قناوات اخبارية كبيرة جدا في السياسة لكن الرياضة ممتعة جدا يعني يعني انا بص انا عملت برنامج في التلفزيون المصري اسمه على اسم مصر واشتغلت السياسة فترة يعني انا غطيت انتخابات سياسة الرئيس بتاعته الاولى في التلفزيون المصري وقعدنا بتاع خمس ساعات يعني في التقطية دي وكانت من الحاجات المهمة جدا اللي عملتها بصراحة يعني لكن برضو تشعر بحنين ناحية الرياضة الرياضة والكورة دي حقيقة ويمكن انا ما طورتش يعني بجانب الكرة ورياضة في السياسة ماشي لا لكن تنقاطع عن الكرة ورياضة لا يا كرة ورياضة بس ما فيش كمان سياسة الموضوع ده تقفل بالضبة والمفتاح بعد 2012 دخلت على طول على مجالة الدريب اشتغلت لمدة سنة ونص في النادي في قطاع الناشئين بعدها طلعت فريق اول مع ميدو ومن ساعتها يعني اعتقد 2013 اخر حاجة لي او 2014 اخر حاجة لي في النادي وبعد كده طلعت بقى مسجد مع الكابتن طريحة في المصري وبعد كده اشتغلت مع الكابتن هاني رمزي منتخب مصر محليين وبعد كده رجعت اشتغلت مع كابتن هاني رمزي برضو تاني في التحادسكندري وبعدها بقى توليت مسئولية نادي المينيا كمدير فني وده كانت اول تجربة اللي هي اشتغلت فيها مرتين في المينيا وبعد كده روحت النصر في السنة اللي فاتت مرحلة انقاذ ما يمكن انقاذه ان الفرعة كانت في الترتيب لـ 12 وكان ابتغبت لدرجة الثالثة الحمدلله حقت معهم نتائج كبيرة جدا قدرنا ان احنا نقعد الفرقة ونخليهم نفسهم على الدوري في اخر اسبوعين والسنة اللي صعدت فيها كوكاكولا اللي هو دلوقتي في يوتشر لعبت تسع ماتشات معاهم في ثلاث شهور كسبت ستة تعدلت اتنين واخر ماتش كان خسارة مش عايز اقول بفعل فعل بس كانت خسارة من نادي الزد لان كان بينفس على الهبوط وكان محتاج المكسب دا قوي تدهوله لا بكل الطرق بكل الطرق وبعدها حصل ممكن يكون عدم توافق الاوضاع بيني وبين ناد الناصر في الكلام في الاتفاقات اللي هي بعد كده مش فلوس خالص ممكن يكون هما كان عندهم وجهة نظر وانا عندي وجهة نظر حتى في اختيرات اللعيبة مهم حصل تعاقد بيني وبين الناد طريق السعيد في الهدى الترسانة من اول موسم والحمد لله شخصاتك واسه جدا لا مش بس كده والله والله ما بجامله على فكرة لو دارت في مصر على اتنين رأساء قندية من احسن رأساء قندية في مصر هتلاقي طريق السعيد واحد منهم لو هتعد مسلا في عدد رأساء قندية من احسن هتلاقي نابطة السعيد من احسن الناس ومتديك صلى حياتك كاملة بيتعامل معاك بشكل يعني انت مرضي بالنسبة لك جدا وهو اصلا وده مهم هو ما بيتدخلش في حاجة هو بيتدخلش في حاجة هو راجل مش في عمع الكرة سيب لنا ملف في الكرة خاص طبعا اكيد ما في المية متواجد معنا على الترابيزة في كل حاجة بس قد بالك دي ليه برضو السابق بأنه نتائج مساعدة الحمد لله في البداية بساعدة بقى فيه ثقة بتتولى بالثقة في البداية في البداية الأمور كانت صعبة جدا على فكرة أنا في البداية تعرضت للطغوط غير طبعية وكانت النتائج مش كويسة هو سمت الترسانة في البداية انه هو كان يبقى ثامن دوري وتسع دوري في الجدول الراجل اتضغط عليه بكل الطرق ما يعني بيصرف يعني نات الترسانة السنين اللي فاتي هقول لك يمكن الفترة الأولى بيبلع عيبة أوش لا لا بيصرف بيصرف كويسة أو انت ترسانة من أحسن ناس بتصرف في مصر في المجموعة القاهرة على فكرة مجموعة القاهرة من أصعب المجموعة اللي موجودة تعتبر مجموعة دوري ممتاز يعني عدنا بس نتلاقي بتروجيت القنازد ترسانة الانتاج الحربي والدجلة أسماء حدس ولا حرك طبعا مش مش عايزة نسح حد انتخب السويس لا أندية أندية كبيرة جدا وصحب التاريخ كبير جدا وأندية شعبية كبيرة البداية كانت صعبة لأن انت بتغير جلد فرقة ماشي منها 15 لعيب تبتدي الطعم بنوعية لعيبة مختلفة تبتدي تجيب أحسن صنف أو صورة ناقصة في اللفظ سكلمة صنف ممكن تتخذ بشكل مش كويس أحسن نوعية نوعية لعيبة موجودة في المجميع كلها وبدأنا عشان تعمل ده محتاج وقت كنا بنقد كويس قوي قوي وتقال كتير جدا النت رسالة أحسن كرة بيقدمها بس يمكن التوفيق مكانش موجود النتاج مكانش مساعدة في الأول مع آخر سبع ماتشات بالزبط أو ست ماتشات بالزبط من ماتش من قبل من قبل ما ينتهي الدور الثاني الأولاني بماتشين كان مريخ وبعد كده انتاج حربي كان فوز كسرنا المريخ الحمد لله رب العالمين تعادلنا مع الانتاج الحربي في ماتش لو عدناه مئة مرة نكسب مرتاح دعين مسلا بتاع عشر انفرادات بالجور مع يناير خلاص احنا الفرقة بدأت تبقى فيه انسجام كبير جدا بينها وبين بعضها اللعبة بدأت تحفظ بعض بدأت تبقى الهيرموني بينهم وبين بعضهم عالي جدا جدا وانت اضابت لعيبة في يناير بتاعي للترسانة اه بتاعي من 3 ل 5 لعيبة حرس مرمى و 3 لعيبة بالزبط جبنا فرود الحمد لله رب العالمين حد فين دلوقتي في 4 ماتشات 5 دجوان اه اه جبنا ده كم سنة اه 25 سنة صغير يا ريالة اه مش كبير جبنا ديفندر تجيبتوا منين جبنا من استر كامبري اه لوش ارقى للدخين اه اه مش فري وإحنا الحمد لله رب العالمين حتى قمديت الدورة كلها كانت عايزية بس الحمد لله عشان احنا سبقنا بالكلام وسبقنا بكل حاجة مادية معاه قدرنا نحصل على توقيعه اه جبنا ديفندر قلت بحتاج فرود اه 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 بالفعل لان لان مش نتائج التخيل مثلا ياس محمد ان احنا اه ده حلوة او الترجمة مفيش عملنا احنا عادنا بعد قبل الدور الاولاني ما يخلص بحوالي بتاع 4 سبع عادنا عملنا هايلايتس كامل لكل المشاكل الدفاعية والهجومية عندنا وراجل كمقتنع بيها جدا ومقتنع بشغلنا ومقتنع فتحارب كتير جدا وقال لا طرق السيد مكمل سنتين انا عامل مشروع واللي هيعمق واللي هيكمل معايا في المشروع ده هو طرق السيد لان انا عندي قناعة بشغله وشاف ان الفرقة بتقدي كويس قوي انه مفيش توفيق طب هو هينزل يجيب جون عملنا هايلايتس للمشاكل الدفاعية هايلايتس للاهداف الضيعة 45 دقيقة كاملة في دور فرص ضيعة انفردت بالجون دورنا على فرود بيعرف يجيب جون الحمد لله عندنا مشكلة في الحتة الدفاعية انه سهل جدا انه من نص الملعب الفرق بتوصل لخط الديفنسي بتاعتك فعايزين نوعية لعيب ديبندر عايز هاب ديبندر قوي قوي يكون بيعرف ده هايسترق حامد يعني مثلا الحمد لله جبنا والحمد لله كلهم جايب هلأت رشحته للزمالك بعد كده لا مش ده في واحد تاني لا في واحد تاني مش ده لا لا والله بجد مش ده ده لعب دوري متاز من يعني ايه يعني ادخال مسلا الشراءات ده استرن القومبني العيب اللي احنا جبناه ده الدفندر ده لعب معهم لو كان هم لعبوا سبع متشات قبل ما ييجي هو لعب مسلا خمسة منهم اساسي بنسبة تسعين في المية من الوقت فعنده عنده خبراته فلاعب وقت كبير جدا في الدوري فرع معاك جدا ده اسمه ايه بقى اسمه كريم خميس جبنا محمد عماد الفيل محمد الفيل ده كان ملعب صحيح كان هو سبب صعود الشراء للدخان السنة لما كان اسمه مش هو فري كده فري خدناهم فري وشطارة برضو وجبنا ولد لازم ترق السعيد بصراحة يمسك فيك وانت وراك وراك ترق السعيد يعني انت بتلعب ترق السعيد وهو ساعدني فيه هو كان بيساعدني جدا في اللعبة دي على فكرة لاني كمان اللعبة دي كانت الى حد ما ارقامه عالي وان انت تجيبهم عندك واندية الدوري كلها كانت بتجير وراه ما عايزاهم يعني انا عرفت ان مثلا محمد عماد الفيل ده قعد معاه تلات اربع عندي قبل ما احنا ما نوهد معاه هو بيخلص على طول لا اول ما جاء عادي هو اللي بيخش القد عندنا ما بيطلعش شايب اليسمية لا النائب بصراحة ما بي ما ينفعش حد يخش النادي ويطلع على خلص ما دام ان احنا مقتنعين به ويحنا كنا محددين الاسماء اللي احنا عايزينها وتاربع لعبة مش كتير لا مش كتير في يناير يعني الناديزة الترسانة عايز ينافس عالصعود جبنا من شراد وخمس ويمكن ده سير برضو الاستقرار ونتاجة كويسة اللي انت ما بتغيرش في اللعبة كتير يعني فيها اندية بتغير بالاثناشر العيب والخمساشر العيب هتلاقي النتج بتاعك باوس محمد ايه من بداية الدور التاني اربع متشاد دايركت واربع باثناشر بونت كسبانه اه ومش بس نتيجة يعني هداء مع النتيجة اه يعني مثلا منافسين مباشرين انت كان مثلا بتلاعب بورتو وهو متساوي معيك تكسبه بقى بستة بوهم بستة بوهم ومش مكسب عاديد يعني بورتو مثلا الدور الاولاني كسباني على ملعبي اتنين واحد ضربه مانا الدور التاني تلاتة واحد في ملعبهم زد او الناصر عندي انا كسبانهم في ملعبهم واحد صفر بالعافي عندي كسبتهم اربعة واحد زد كسبتهم زد كسببوني في ملعبهم واحد صفر كسبانهم في ملعبهم اتنين واحد ا 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 Diesel تجانت لمسك فيك اي احابيبي با كابتني واستاذي لا 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 اجابتني واستاذي وانا بתחلم منه وما زلت بتعامل منه منو ا انا بلعب فبانها متعدلة معي على ملعب واحد واحد كسبانها في ملعبها واحد صفر لا الحمد لله النتائج بدأت تتحسم وبدأ حتى أنا بلحظ أنت بتكسب بره ملعبك أكتر آه تلات ماتشات تلات ماتشات من الأربعة اللي أنا لعبتهم بره ملعبك آه الحمد لله يمكن أنا كانت مشكلتي في الدور الأولاني أنه ما كانش فيه توفيق على ملعب بشكل كبير جيد ويمكن كانت فترة انتخابات نادي فقررنا وخدنا قررنا ونابطر السعيد أنه إحنا نطلع نلعب بره الملعب فترة الانتخابات وقال لك بقى طرق بيبص مش عارف إيه وسحر ومسحر شو إني يعني كلام اللي هو مستهلك يعني يعني عايزين يلبسوا الموضوع فأيه بس هي كان موضوع كله انتخابات بعيدة عن أي كلام فطبيعة بالانتخابات يعني الكلام بيتقال كتير كده فبعدنا طبع أنت مع الترسانة إيه يعني بتسعى للصعود دلوقتي ولا أنت تقوي فرقتك وتشكل فرقة في المواسم الجهة تقدر تنافس أكيد تموحي أكيد تموحي أنا مش رائفك بعيد يعني لا لا مش بعيد الحمد للرغم انت روية الثالث اه انت فارق سمع سقط عن زد بعد بيترو جيت قدامي بيترو جيت والدخلية في الريتين بيترو جيت والدخلية اه مش زد لا لا الزد دلوقتي الخامس اه كان بدأ كان طلع جمد جمد بالفعل هو نهى الدور الأولاني وحش وبدأ الدور الثاني وحش يعني دي كانت كانت نقطة فرقة بالنسبة لأ لأن أنا كنت بقول لك التامن قبل نهاية الدور الثاني قبل نهاية الدور الأولاني بماتشين كنت التامن دلوقتي الحمد لله رب العامين تالت انت بينكم من الدخلية سبع بنت عشرة بنت بي عشرة عشرة بنت مع الدخلية عشرة وبدرو جيت بنتين اه يعني ولسه عنده كم ماتش بي اه 11 ماتش يعني في لسه عندي بترو جيت هلعبها لسه عندي دخلية هلعبها فيه ماتشات صعبة جدا عنده كل الفرق الموضوع احنا عندنا طموح كبير جدا ان احنا بنشتغل السنة دي اه ممكن باتفاق بيني وبين برضو ناطر السعيد ومجلس الإدارة ان احنا مشروع سنتين ربنا قرم السنة دي وصعادنا اكيد 100% ده حاجة تبقى كويسة جدا بالنسبة للينا وبالنسبة للنادي لقدر الله ما وفقش او ما فيش توفير انت بديت للموسم الجديد احنا بنشتغل للموسم الجديد وبنجهز بننزل بمعدل او نزلنا بمعدل الاعمار بشكل كبير جدا اه كل اللعبة اللي جات في يناير كلها صغيرين من 25 وفي 21 وفي 23 يعني الاعمار الصغيرة اللي هي تمد معاك او تدي معاك مدة 3-4 سنين انادي الترسانة دي كبير وان شاء الله يعني كل الناس بتنتظر ان الترسانة يرجع تلت دورهم تازل الله يكون على ايدك يا رب ان شاء الله لكن انا بلاحظ حاجة ان انت دايما بتبقى حريص انك تتكلم على الزمالك كتير لغد دلوقتي ويعني انا مثلا اسمع باستمرار والناس تكلمك او يتقال طرق الساد جايب احمد فتوح طرق الساد جايب زيزو او رشح زيزو لنادي الزمالك الوقتي طرق الساد بيجاهز بديل طرق حامد او انت قلت ان فيه عندك لعيم تحت عينيك ممكن يبقى بديل قول طرق ده حنين زمالكاوي قريدي موجود عندك لا هو الفكرة من النوعية اللي انا بتكلم عليها ممكن يبقى لفل أعلى وفلوس أعلى من المستوى اللي احنا فيه فمدام اني مش هيفيد النادي اللي انا فيه خلاص النادي الزمالك اولى بيه واقدر ان انا شايف ان فيه مشكلة في الحتة دي يعني انا انا زيزو لما جيه او لما فكرت ان انا اتكلم عليه كنت ساعتها ماسك النادي الميني فمن الرابع المستعلات انا والعب في الميني لان العب جاي من الاحتراف ومش عارف يسافر تاني وعنده مشكلة في الفيزا في الاقامة بتاعته في البرتغال والموضوع صعب جدا ان هو يرجع البرتغال تاني وقاعد بدون تمرين ونزل معايا تمرين تين او تمرينة نزل معاك فعل اه في المينيا فالمستوى والكوالة ده لا ما نفعش يعني هو نزل معاك التمرينة عشان يتمرن بس ولا هو كان حيلا في المينيا والله انا اتقلي اتقلي ان هو مش عارف يسافر وعايز اتمر فكوالتي عالي جدا يعني كوالتي مختلف عن كوالتي لعيدة السعيد يعني هو ما كانش تحت عين الزمالك في الاول خلص ولا حد يعرفه لو ما طاري السيد اللي بقى انا الولد طب انت انت عملت ايه بقى لما رقيته كده هقولك انا كان كان الوكيل بتاعي ساعتها محمد الحبشي اللي هو وكيل جروس وعلاقتي بيه قوية جدا لان هو كان وده كان جروس اللي مسك الزمالك وقتها اه هو اللي كان وده كابتن هاني رمزي الاتحاد والفترة دي كنت انا شغال مع كابتن هاني رمزي وضربت صداقة وان هو كان مسئول عننا مسئولية كاملة في الاتحاد في عقود في داف 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 حتى هو يعني الحبش اللي ما بيشتغل مع مدرب كان في الفترة دي كان ما بي يستفدش مننا ماديات بس هو يعني يعني بيحب كابتن هاني مقتنع بي جدا وكان بيشتغله في الاتحاد السكندري ف كلمته بقى وقتها انا عارف ان انا لو اتكلمت شخصيا ممكن ما يتخدش بكلامة لو كلمت في الزمالك ليه بقى عشان انت اللي بتكلم ممكن يقولك يعني اي حاجة تتقال مش 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 معنى كده ان الناس مش يعني مش ما بتسمعش لا هم بيسمعوا بس ايه هيبقى رزق اه او يتقال الطري اللي جايبه مثلا او يتقال اه ده جاي من المينيا ده مش عارف ايه ده اي حاجة كلمت لحبشي كلمت لحبشي وجبته عادته هو عارف عارف الولاد كويس جدا من اليرس البلجيكي للبرتغال ممكن في داك لو راح اليرس وراح البرتغال رجع فاجازة لا تقشرته مش معرفش فيها مشكلة الاقامة ضائعة وكل حاجة يعني بايزة فاسهل طريق للموضوع ده ايه الوكيل بتاع الرجل المدير الفجر وقرب واحد لجروس وقرب واحد اه وانا عارف وقبل مصر كلها ما تعرف ان جروس قاعد في الجونة وبيتكلم مع الزمالك وبيتفق وسافر وبازت وبازت المفاوضات اول مرة وبعد كده رجع تاني عشان موضوع تدخل فيها المشار تورك عشان فلوس الراتب بتاعه والفلوس والراتب وعندي التفاصيل كاملة للموضوع فاقرب واحد يخلص الموضوع ده وانا مقتنع بالولد قناعة غير طبيعية وشايف ان هو فعلا هيدف لنات زمالك جبتوا المينيا وقعد مع الولد وبو وتكلم معهم وتدفعوا على كل الكلام بينهم وبعضهم وجرص سمع له سمع للحبشي جدا والاول اتعرض على عمير مرتضع عشان برضه بقى هدي كل واحد حقه وجرص في البداية وافق عشان برضه الناس تبقى فهمها بعدها باسبوعين جرص رفض وتحمل مسئولية رفض الصفق اه في الاول اه بعد اول مرة وافق عليه شافه شاف الفيديوهات بتاعته وافق بعدها باسبوعين رفض ليه بقى ما عرفش شاف معنا ما عرفش هو شاف ايه يعني ما عرفش بعدها بصراحة تحمل مسئولية القرار وان على مسئوليته وعلى مسئولية ان لا انا هتعاخد مع الولد دا الولد دا ممكن يبقى مستقبل كبير جدا للنادي امير مرتضع بصراحة واثر على اتمام الصفقة وفعلا انضم زيزو لنادي الزمالك ودلوقتي احسى العيب في مصر الحمد لله اه طبو حمد فتوح لأ فتوح قصته قصة بقى لان فتوح جيه 15 سنة جيه وعنده 15 سنة كنت بتواتبت مرن كنت انا مسك نادي الزمالك موليد 98 وكان معايا مدير فني كابتن سعيد الجداية وانا مدرب معايا الولد جيه عن طريق احد الكشفين اللي موجودين في النادي شوفوا الولد ده من اول لمسة طبعا الولد مبهر بصراحة فتوح من اول يوم والحمد لله انا بنادي ان الولد ده لعفري اول وبنادي ان الولد ده يمكناته على جدا ويه لما ادخل النادي الولد ده متقايد في النادي اسمه اسكن مدينة نصر ولازم يدفع الفلوس في النادي مش هيجي كده قاعد معنا شهرين بيتمرن كان ساعتها فترة اللجان المؤقتة اللي هي بتاعت الدكتور كمال دارويش برد والكابتن ايمان يونس قبل ما تصعد فريق اول على طول شبه ان الولد اتمرن شهرين وبعد كده قبل مدة اسبوعين طرينا ان دخل انا وقب سعيد الجديد تعال يا ابني وقعد وانا جاي لانبي وانا انبي بتكلم معايا وكان المبلغ كبير جدا كان يعتبر بيتكلمه في حوالي بتاع خمسين الف جنيه انبي مع النادي بس احنا كنا في الفترة الاولانية انا هتديله خمسين الف جنيه للنادي للنادي اللي هو اللي هو اسكان مدينة نصر في الفترة دي كنا احنا اتكلمنا قبل انبي في نادي اسكان مدينة نصر وكانوا متفيه معانا على ثلاث تلاف جنيه بس الفلوس ما كانتش حضرة ثلاث تلاف جنيه ما كانوش موجودين ساعتها كان المجلس الدنيا بجد ما فيش فلوس النادي بس طبعا مش ثلاث تلاف جنيه يعني يعني مبلغ اتقولك مش ثلاثة مليون رحنا عادنا ناوكب سعيد الجدائي مع النادي هناك اسكان مدينة نصر وكلمنا معاهم رفعوا العرض من ثلاث تلاف جنيه لعشرين الف جنيه والحمد لله سددناه وخلصتوه عشرين الف جنيه بس مش من نادي دفعتوا انتو انتو دفعنا تمام وراح فتوح وبقى فتوح بقى بقى فتوح اتعاست تكرر التجربة تكرر التجربة للمرة التالتة عمال هف دفندر والله انا كنت تكلمتهم قبل كده على العيب وكلمت في تلفزيون وقلت يا جماعة لو انتو عايزين بديل سياسي موجود على فكرة اسم محمد اقولك على حاجة ناس كتير جدا مش متخيلها طرق حامد بدايته بدايته درجة تالتة في نادي صغار جدا بقى طرق حامد دور الممتزبة فيه كنوز ومواهب غير طبعية بس الانزل بص عليه واللي ياخد الرزق انه يجيب انت قلت بديل سياسي موجود قبل كده من فترة كبيرة ده السنة اللي فاتت وما تسألش وراح فين بقى العيب ده في استرن كامباني ده دلوقت ولد عنده موليد 2001 اتباع من نادي الناصر النادي استرن كامباني باثنين ونصف مليون جنيه وده كان رقم بالنسبة الوقت اساسي؟ اه كل الماتشات تسعين ديئة تسعين ديئة وللد ده هينضم منتخب أولمبي قريب ومن ضمن الكوادر اللي هي بيعدوها المنتخب الأولمبي اللي كان ماسكو كابتشاوة غريب طب انت بتقول فيه بديل طرق حامد دلوقت فيه دفيندر قويس جدا جدا تحت عيني وانا مش هقدر أقول اسمه طبعا لانه مش تحت ايدي في النادي اللي انا فيه لا ده في نادي تاني برضو هل ممتاز به اه اتمنى ان الناس تبصوا عليه طب انت قلت الكلام ده اكتر من مرة الفترة اللي فاتت انا سمعتك وقارت ليك حاجاتك تصريحات لك يعني محادش كلمك من لجي لحد الوقت لسه الكلام ده كان من 3-4 تيام لكن محادش كلمه لا لسه خالص يعني انا النهار ده بالصدفة كنت في النادي ولادي بيتمرنه في النادي موليد 2010-2013 شول برضو بلعبر فيهم واحد عشوة الصغار 2013 ده عشوة ده باكليفت برضو؟ والله لسه ما تحددلوش مركز 2013 لسه انه ما التاني الكبير بيلعب ما بين باكرايت وممكن يلعب هافرايت وممكن يلعب وعندهم الموهبة يعني والله شوية يعني يعني اللي 2 طبعا مع التمرين احنا متعرف فترة الكورونا طولت قوي بالنسبة للناس فما كنوش بخرجوا كتير ما بينزوش تمرين كتير فمع الشغل ومع التمرين الولاد بيزيدوا بشكل كويس بس الموهبة موجودة انما برضو الموهبة من غير تمرين ما بتبشيش لازم تتمرنوا تشتغل على نفسك واتطور من اداك فهم بنحاول ان نعمل معهم دلوقتي الحمد لله في نادي زمانك والولاد ماشيين كويس في النادي فكرا ان ان انت لما انت في النادي النهاردة عابلت تحدي اتكلمت معه اه عابلت النهاردة بالصدفة وانا ماشي عابلت تحدي يعني اتكلمت معه لا ما اتكلمتش معه في حاجة يعني بس بالصدفة يعني عابلت المشوار المرتضى عابلت كابت خالد لطيف في النادي وسلمت عليهم عادي وكابت خالد لطيف قال انت اتكلمت في كذا 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 والطول وقال طبعا اعمل معك عادة وريب بس بس نشوف الدنيا فيها ايه جوة النادي الاول والظروف ايه وتمنيت طبعا عليهم وانا واقف قطولهم يا ريت ان شاء الله بإذن الله النادي يبتدي نخلص من موضوع التجديد بتاع الناس الموجودة عايزين ان شاء الله الفترة الجاية ربنا يكرم الفرقة والفرقة تمشي كل انت مع انه يمشي 12 لعيب ويجي ناس غيرهم في الزمالك والله يبص يا سمحم حمد مش عايز اقول ان في كلام بيتردد دلوقتي كان مش رسم بالإدارة لكن في كلام بيتردد خلينا نقول احتياجات المدير الفني هل ده قرار المدير الفني هل ده شغل طلبات كالترون انا مش عايش جوه المنظومة يعني انا مش جوه فما قدرش احدد ايه طلبات الراجل بس في ناس كتير جيب دانا بس محمد من كتر الاعدة في النادي مستوى هاتقصر بلغة الكورة يعني يعني قاعدة كتير قوي وعدم لعب كتير فدي لازم يبقى فيه تجديد وإحلال الفترة الجاية بشكل معين بس بشكل منظم انت عايز ايه ايه القوالة اللي انت عايزه انت شايف الزمالك محتاج مركز ايه محتاج محتاج الزمالك ديفندر ستة محتاج تمانية كويس محتاج باكرايت محتاج طرف من طرفين جاء ان انت استغنيت عمصطفى فتح في وقت انت عايزه مش انت لا استغنيت مصطفى كان عايز يمشي برضو عشان انت كله هتحقه خطبك مصطفى كمان كان عاديه انته وبعد ست شهور بعد ست شهور الله ينور عليك فدي كانت مشكلة واستفاد النادي منه الفلوس اللي جات فيه يعني محتاج طرف من الطرفين محتاج حد ورا مصطفى اشرف بن شارقي يكون بيدبدب وراك كويس لان اشرف طول ما هو مرتاح وحاس انه هو مفيش حد وراه اداءه شوية لحد ما ما بيبقاش الفترة الاخيرة اداءه رجع شوية شوية دي المراكز اللي ممكن محتاجين فيه على فكرة ولاد النادي في الناشئين بس للأسف وانا بقولها بصراحة الفترة الاخيرة في خلال السنة اللي فاتت او السنتين اللي فاتوا فيه ناس كثير قاوا من ولاد النادي الظلم من اللعبين الناشئين مشيوا بدون فكر فترة من الفترة اتماسك عبد الحليم علي مدير القرى اتكلم معايا قال له طارق قطاع انت اشتغلت فيه وكانت في الفترة دي الحمد لله الفترة اللي انا اشتغلت فيها كان ما بين فرقة 2021 واحد والفين وتسعة وتسعين وسبعة وتسعين اللي هي الفترة يعني الولاد دول عندهم ستتاشر وسبعتاشر سنة فالنمازج دي ايه بتلعب حالين في نقطة مهمة جدا لازم تشتغلوا عليها وهي اعارة اللعبين اللي انتم ممكن تكون بروميسينج للنادي فيما بعد بس لأسف كانت الدنيا زيدة يعني برضو محدش عارف ايه اللي بيحصل وإيه اللي بيدور هتمنى من المجلس المنتخب في اللعبة كتير مشيت كده ها عندك احمد عادل ميسي ديوقات في الاتحاد تقبل الزمالك أصلا اه طبعا موليد تسعة وتسعين ولعبة كويس جدا ممايز جدا في الاتحاد والله مصال على النبي من ضمن الناس اللي بيتجيب جوان ومستغرب جدا بالنسبة لي في هاني رجدي بيلعب دلوقات ممتاز به وده كان بروميسينج جدا انه هو لو اشتغلنا عليه كفرود انه هو ممكن يضيف في في اسماء كتير مشت مكانش ينفع تمشي كان ممكن تستغل وفي فرود اللي راح زد ده الناشئين ده اسمه ايه فرود اللي راح زد ناشئين لا تلاتة مليون جنيه الزماني اخد في اثنين وص لا ده معرفش معرفش انا بتكلم عالناس اللي هو كلك ده كان هيبقى مصطفى محمد الجديد حتى كان ده موصد انت قاد ماوليد كم طيب معرفش انا مش فاكل يا جماعة الفين واربعة اعتقد لا انا بقول لحضرك بص انا بقول لك سبعة وتسعين تمانية وتسعين تسعة وتسعين الفين الفين واحد في الفترة دي انا كنت موجود في القطاع فانت حافظه وحافظه انما من اول الفين واربعة لا ممكن يكون انا ما حضرتش الولاد دول او مش فاكل انت يعني كنت شايف ان اولاد الزمالك دي كان ممكن تشيل في المرحلة دي تشيل لو كانت عامل معاهم نظام غير النظام اللي اتعامل ده ده القالة ما بيعمل الله ينور عليك يعني انت مثلا النضو عبد المنعم راجع للأهل شوف عامل ازاي هقول لحضرك على حاجة باسم محمد ودي بجد واقع انا عشت وشفته فترة البطولة اللي اتعاملت اللي هي بتاعت اليومين اللي فاتوا دول كاسر الامم لا كاسر العرب كاسر ربط كاسر ربط اه مجي ايه مدى استفادت نادي الزمالك من كاسر ربط ولا حاجة ولا شيء واستفادت وقفت على رجليها اللي هل تبتول عليهم صده ماشوفنا همش وقفوا على رجليهم لا استفادنا من حاجة من قطاع نشيئين كنشيئين واستفادش مافيش حاجة خاصة ليه لسبب واحد بس اختيارات او العين اللي شافت الناس اللي تتصعد فوق بالاسف الشديد طبعا المدير الفني مش لوحده يعني حد بيقوله اكيد 100% بيعرض عليه اسماء طب ماينزل يتفرج هو ما يقدر يتفرج مش كل مدير فني يعينزل بص برضو الموضوع انا طبعا ماعرفش انت بتقولها كمعلومة ولا ما تعرفش الكارترون بينزل ولا لا ماعرفش ما تعرفش اه بس المعلومة اللي عندي او اللي انا عارفه عن الجيل اللي موجود وناس سعادت لا كان فيه ناس احسن منهم ويقدروا السعادة ويكسروا الدنيا يعني الاهل شوفنا فيه لعيبة ظهرت في كاسر ربطة صغيرين بمصدق واسجد يعني استفدنا من لعيبة زي بغربي ولعبوا كلهم على فكر الولاد دي وزياد طارق يعني دي اللعبة الوقت بتلعب في الاهل واللي راح احترف في الاتشيك واللي راح معرفش هو ده اللي انا بقوله انت لا استفدت كده ولا استفدت كده بعدين على فكرتك اللي اهل عنده اعارات رجعت اخر سنتين كسرت الدنيا احوال عبدالقادر اعارة فرجع مكسر الدنيا عبدالمين عبدالوقتي سنتين ثلاثة اعارة رجع مكسر الدنيا دي الفكرة دي كنت تشغالها اكرم توفيق الجونة ومعرفش رجع مكسر الدنيا الفكرة دي نتز مالك نتز مالك كان شغالها لما طلع فتوح سنة برة اللي نادي سموحة ورجع له فتوح دلوقتي بقى احسن مصطفى محمد طلعت سنتين واربع يا راجل ده راحل طنطة والجيش راجع مصطفى محمد احسن مهاجب في مصر هو ده ليه الموضوع ده مستمر اسمه يا جماعة ايه عمر خدر ايه عمر خدر لا معرفوش ده فيرود حتى كان بيقولك انه كان جامد جدا وزي يعار اوزي اتباع يعني الزيد باثنين ونفص مليون ولا ثلاثة مليون ولاعيب جامد جدا ويبقى مستقبل نادي الزمالك في المركز ما عندهوش لا ما عرفوش ده ما عنديش معلومة عنه بصراحة شن ما بقاش بقول كلام وخلاص لا ما ما انا بقول لحضراتك من اول الفين وثلاثة يا انتا شاف ان حتى الان قطاع الزمالك الناشئين في لعيبة طبعا فرية الفين وثلاثة ده من احسن فرها في مصر مش مستفاد منه مسيكة حسيني ياسر محمدي بسم الله مش خالله عمل معاه شغلة عالي جدا جدا عندهم باكلفت عالمي عندهم هاف فريت وهاف ليفت قوي جدا انت انفرقت عليهم يعني طبعا وما شموش الفريق الاول خالص 2003 عاد 19 سنة خالص عندهم باكلفت يلعب باكلفت وسرد باك واشغل طبعا لعيب ممائز جدا 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 طب لعيب الزمالك اللي ييجي ليه مواصفات خاصة أكيد لانه الزمالك في السنين اللي فاتت يمكن اول سنة اللي فاتت دي ما جابش لعيبة كتير لانه كان فيه لجان وكمان كان القيد واقف فالنادي كان مستقر بشكل كبير وتشكيله ثابت وواضح بقاله سنة سنة ونص وده نعاكس انه خادت دوري الحقيقة يعني ده كان له تأثير ايجابي اللعيب اللي يجي لزمالك مواصفاته ايه لانه في الآية بتيجي وتعد يعني كتير جد يعني انا اسلام جابر مثلا روءة محمود عبدالعزيز ما ده اسمع بلا سنين في نادي الزمالك هو ده اللي هو ايه بقى الناس ما بتفكرش او اتمنى ان الناس تفكر بره السندوق شوية هو زيزو لما جي كان حد يعرفه لا تعرف زيزو جايب كم بامتين وخمسين الف دولار او يورو ببلاش يعني يعني بخمسة مليون جنيه قياسة بالاسعار بتاعت اللاعبين ببلاش ماشي بالنسبة نارضع شمس اللاح الباكر بتاع الالتحاد السكندير تربين في تلاتين مليون جنيه ماشي بامتين وخمسين الف دولار ده كلام يعني ولا ولا اي حاجة فزول ان زيزو دلوقتي كما هتيجي تفكر يا عمي هبيع عارف مين لي كان جاي في نفس توقيت زيزو بلعت نفس مكانه عسان الشحان مية وخمسين مليون جنيه خمسة مليون دولار وده بيمتنه خمسين الف دولار ماشي فليه ما نفكرش برا السندوق ليه انا باصص على فكرة لو المخاطرة دي ما خدهاش امير مرتضى في الفترة بتاعت زيزو كان زيزو مجاش ما بقاش في زيزو مع ان هو اقتنع بالولد وخد المخاطرة دي برضه ده احقاقها للحق يعني الفكرة ان انت في نمازج تعرف تجيبها بس تاخد الرزق بيها انما هتجيب ما انت جبت كتير قوي نتزة مالك العيبة كتير قوي اسماء بتيجي عندك ما بيبقاش المرضود بتاعها عالي جدا في ظل ان ممكن ولد زي فتوح مثلا لأ عشان ابن النادي ومرتود ومصطفى محمد نفس الحكاية تب دي اسماء بتيجي ومتبقاش لها مرضود ايه سبب في رأيك يعني هل مثلا ما انت بتتبع اللعيب ما بتتبعهش كويس في النادي بتاعه مفترض يعني بتتبعه سنة كاملة عارف انه مستوى سابت على مدار السنة عارف انه عنده روح قوية يعني فيه مواصفات معاناة مفترض في العيب نادي الزمالك ايه السر انه اللعيب بيجي النقلة ممكن تبقى النقلة الادواء العالية جدا الاسم نادي الزمالك فيه لعيبة كتير جدا 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 ممكن تنفع في النادي وما تنفعش في النادي كبير انت بتعرفها ازاي يعني يعني صحيح سر المهنة بقى لا هو نتيجة انت لعبت في الزمالك وكسبت بطولة مع الزمالك فانت بتعرف اللعيب بتعرف شخصيته كده شخصيت اللعيب مهم جدا يعني في الملعب بتعرفها طبعا لو معرفتاش يبقى انا يا تتفرج عليه ماطش اتنين مع فرقيته بتعرف ده يلفع الزمالك زيزه من تدريبة تدريبة قلت تلعيب زمالك لا ده ما ينفعش غير زمالك ما ينفعش لاني طريقة التمرين بتاعته الجدية اللي كان بيها الفكر بتاعه نفسه غير قوالة بتاعه كلعيب كورة مدى الاتزامه في التمرين واسطلعيبة ممتاز به في حاجات كتير جدا جدا تقدر تقايمها انت كمدرب او تقدر تقايمها انت كراجل بيتقال عليك كشاف انا ما حبش الكلمة دي انا مدرب بس لو الناس بتقولك اوه ده كشاف النجوم انا ما بحبش دي انا بحب انا راجل مدرب كورة ماشي انما في ستايل معين وشكل معين للعيب الكورة ده ينفع كوالتي نادي كبير ولا لا يعني شخصية احمد عبدالقادر في المدر القدي شخصية مختلفة شخصية لعب كبير اهي شخصية زيزو لما جه زيزو خد قد دي عشان يندمج في ناتز مالك خد شو وقت فتوح مع منتخب مصر بلعب بي عشرف حكيمي عشرف حكيمي وبيهوش عشرف حكيمي وبيتيله كبري وبيعني سور يعني بيدلعه في الكورة شخصية الولد ايه التزامه تدريبه حاجات كتير جدا جدا تقدر انت تشوفها كمدرب مش اي حد وهي دي موهبة باسم محمد قصير مش معه في ناس كتير جدا بيشتغلوا شغلها دي التدريب بس من بيعرف يشتغل اللعيب افضل الالي ولا الزمالك لا السؤال مش كده يعني انا لا الزمالك الفترة الاخيرة في اوقات الزمالك مثلا كان بيجيب اللعيب اللي هو عايزه في الفترة الاولانية بتاع المسشار مرتضى انا ما اتكلم على العين مش عالسعر انت بكيب اللي انت عايزه معك فلوس تشتري اللي انت عايزه اوكي ودي اصلاها مدارس يعني في مدرسة تقولك بقى اي سعر اشتريه مدرسة تالي تقولك لأ ما انا هشتريه هفتح باب في الناحية التانية بقى عكل اللعيبه فمش هعمل كده لكن اللي بيعرف يشتري افضل اللي اللي ما عندهش تهور اللي عينه افضل بص اقول لك الحاجة انا لما النادي الاهلي كان بيشتري اه حمد فتحي جننت كنت شايفه لعيبك كبير ديفندر الجننت اه فعلا اه شايفه وهو في ام لا امكانيات ديفندر شكله واداءه وطريقة استلامه للكورة وروحه وقلبه وكوالة اللي هو بيشتغل به كنت تتمنى زمالك دو فيه فيه نوعية لعيبة كده احمد عبدالقاتر بصراحة تعرف انه تعرض على الزمالك وما اكملش عارف قصته طبعا كتير بالفكرة ما هو انت الفكرة ان انت هتاخد الرزق ولا لأ انت هتاخد الرزق فيه لعيبة كتير بس فيه ناس بتبقى لجان فنية ومستشارين فنيين هم بيقول يخد الرزق ولا لأ مين دون الزمالك ما عندهش ته كان عنده ما هذا مشكلة برده كان عنده يعني انت لما تقول الزمالك زيزو ده لعيب زمالك فالرزق متاخد بنالع رأي فني تمام ليك تمام على فكرة امير مرتضى قبل ما يخش زيزو ما كانتش يعرف ان انا اللي جايب ولا انا اللي قلت عليه واخد الكلام من حبشي على طول اه ودي حقيقة واخد الرزق على نفسه برضه مش هكدب عليك يعني شوف انا الطبيعي ان انا اقول بس الواقع اللي حصل ايه لا هو خد رزق على نفسه في الولد ده بس يعني اتشكر فيه من هنا للسانة الجاية نوعية الولد ده الولد ده لو كان ما جاء دخلش الزمالك كان بقيت بجد انا كنت عزعل جدا وكان ممكن اخش انا النادي بنفسي واخش تاخده من ايديه كده اه اه طيب لو انت مكان ادارة الزمالك وعندك لعيبة زي طرق حامد ومن شرقي وابو جبل ودي لعيبة كبيرة جدا ومطالبها عالية جدا دلوقتي وخدرات النادي المادية فيها مشاكل حتى لو فيه قرشين موجودين لكن فيه التزامات ضخمة جدا في كل اتجاه يعني بتعمل ايه تجدد بقى اي سعر ولا تجيب بودلة ليهم ولا تعمل ايه في نوعية لعيبة ما نفعش تمشي زي مين يعني طرق حامد ما نفعش تمشي بس توجد مع بديل طالما ما فيش بديل اه بس توجد كمان مع بديل عشان الفترة الجاية السرين اللي جاية اه لان برضو طرق هادي سنتين تتكلم ست سنين دلوقتي ما فيش غيره أساس يعني زيك في ست سنين حتى ما جابش بديل وللأسف ما جابش فعلا بديل لطرق حامد وطرق حامد بصراحة شايل نص الملعب بس هو الزمالك حاول بس اللعبة ما ادتش يعني جاب محمود عبدالعزيز راح المقاولين جاب دونجة راح لسماعيني يعني هو الزمالك حاول يجيب بودلة لكن ما كانوش على نفسه باستوى طرق حامد عشان طريب يلعب على طول الفترة الأخيرة دي انت كان المفروض ينوجد بس الزمالك برضو حاسه وحيش الزمالك قد موقوف عنده السنة دي يعني الدالتة جت وكمان بنا يسطر ان شاء الله بسهل موضوع ماريتمو دا لو ما سنجدوش واحد سابعة ان شاء الله يخلص على فكرة ان شاء الله المشاكل دي تتحل اتمنى وانا امكن من ضمن الحاجات اللي اتكلمت فيها وعالواقف كده ان اتمنى ان المشاكل دي تتحل وانا وارف مع المشارة من ارده اتمنى الحاجات دي هو وعد ان الحاجات دي كلها ان شاء الله هتخلص في خلال الفترة دي عارف عالطاير يعني وقف عالطاير يعني اللي هو مش 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 قاعدة مش قاعدة في مكتب لا دا انت شايف طريق حامد ملوش بديل حاليا في نات زمالك لازم الزمالك يجددل لازم الزمالك يجددل طب اشرف بن شرقي وابو جبل انا اخد بك انا بقول لك ده مع المطالب العالية اللي هو مطالبين يعني بن شرقي انت بتكلف اتنين مليون دولار في الموس مش عارف انا حس ان ابو جبل ممكن ما يكملش او سامع وهو لو مش بالزمالك مش هتأثر الزمالك معكيد هيتأثر ابو جبل جون كبير بس احنا برضو خد بالك بكلام مع جنش يرجع اه بفيه كلام مع جنش ان الرجوع يعوض جنش وتمنى ان محمد صبح يرجع صعب صبح انا عارف المعلوم والقالم خلص لان شاء الله يرجع بإذن الله هتمنى ان الزمالك يدخلوا القوة ويعرف يرجع الولد لان ده كانت غلطة كانت غلطة كبيرة طيب انا لو فارقه هيجيله 30 مليون هيرجعولك ليه لا ان شاء الله يرجع بإذن الله اتمنى انما لو ما رجعش برضو هيتزمالك ما بيقفش على حد وطبعا بس انا اصد الحرفتار ده بوجبها لمشي وبنتكلم في الحاجات اللي في ايدك جنش يعوض جنش يسد ما عوض شوية انما مش اكيد لو صبح ما رجعش طيب بن شرقي مهم جدا انه المبلغ ده مشكلة بن شرقي في شرط الجزائي لو اتزنقت قوي عملهوله بس كده كده ستشوره ماشي فري حطله شرط جزائي 2 مليون دولار 3 مليون دولار ده عايز يحط نصف مليون دولار لا هو هياخد قديه عايز 2 مليون دولار وحط شرط جزائي نصف مليون دولار لا دي لا ده سر الخلاف لا انا موافقش كده انت زي ما انت عايز تاخد لا حط نفس الشرط لو انا ادتك دلوقت لعبت الاهل تاخد مين دلوقتي يعني مني تقول اه ده ده لا يعني قل لعبت الاهل النجوم دي حمد فتح حمد فتح هيفرم عزبينك جدا 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 كمان انا شافه محسن يعني لا السلية ولا شريف ولا معلول ولا اكرم معلول انا عندي عب شافي وعندي فتوح وفي ولد صغير موليد 2003 لو تبصله هيطلع يلعب كسر الدنيا بالمدين هو حمد فتح اه السن كمان يعني سنه صغير طب في برامد زي اللي قتلك اختار منهم العيد إبراهيم عادل لعب جامل جدا خد بالك ده جامل مريخ بورسعيدي برضه ده من ضمن الحاجات اللي مستخبية ايه وده بقى كت كلامك من المريخ البورسعيدي النادي كبير جدا وصعب تاريخ كبير بس يعني يعني طب لو قلتلك اختار لعب الإسماعيلي فيه في الأزمة اللي هما فيها دي جامل إسماعيلي الله يكون فعونه انه في لعبك ويزا موضوع صعب اوي جوه النادي الإسماعيلي وكان لازم يبقى فيه حلول جزرية ولازم يبقى فيه معهم الإسماعيلي السنة دي حتى في يناير لما بص وحب يعمل تعديل عمل تعديل عدد كبير جدا من لعابة الممتاز به انت ممكن تجيب واحد اتنين انها متجيبش ست سبع العيب اه ما نفعش طب اه ما نفعش طب انا بقى لي دقتين فحسألك فم سؤالين قدامك دقتين؟ اه بالوقت يجري ساعة دخل على واحدة شكرا الله يبقى بالوقت يجري جدا حبيب انت معنى كالترون يمشي؟ اه ليه بقى؟ كالترون بقى الزمالك فوقات صعبة جدا وانا مش معترف بان بس رجع وخد دوري اللي خد الدوري بتشيكه لا بس وكالترون كاسبان اخر تمال متشات في الدوري وفرقوا وراجع الاهلي من الدوري ابطال افرق لاخد مالك كان الموضوع مش بعيد بس الاهلي رجع الدوري نت زمالك كان فارق في الدوري بطه نت زمالك كان فارق يعني باتشيكه حتى حجر الاساس لبطولة الدوري لعنى وقاطف الوردة بتاع الدوري كالترون خد بالك وكان فرجاني مشي في وقت صعب بص يا اسم محمد انا ده وجيت نظري انه يمشي مفيش مشكلة ان كالترون زائد كمان اللي بيعمله كالترون دلوقتي عالم تستفهم بالنسبالي نت زمالك بيلعب فريتس جرادا وبيلعب اربعة تلاتة اربعة تلاتة لأول مرة من ست سبع سنين نت زمالك غير طريط لعب نت زمالك بيلعب اربعة اتنين تلاتة واحد بقال اربع سنين لما تيجي في مطش مهم زي ده انت عايز تكسب قدام فرقة مش قوية خد بالك انا معلقتش على مطش اسموحة مطش اسموحة هو عمل عشر تغيرات في تشكيل ممكن يكون كان بيرايح اللعبة اللي هتلعب في سجرادة ماشي؟ روحت عادت اشرب بن شرق انت مريح له مطش اسموحة ما انت بيقول ترى مريحه عشر مطش سجرادة ملعبتوش مبدأتوش زائد ان انت قول ريدي غيرت طريتي اللعبة في حاجات كده يحسها المدرب ريحتها مش كويسة اه فانت مع ان هو يمشي مسيماني في الاهلي هيمشي برضى انت مع انه يمشي؟ لا هو 민مش مع ان هو يمشي بس الاحتمال الكبير يمشي ليه انه بتقول دا ليه؟ دا الكلام كله في التجن ويجدد مسيماني عنده زوجته على شكلllen فلوس جامله جدا وانت قادرة مني برضى انت عندك احساس انه مش هيجدد؟ لا مش هل النادي الاهلي هيوافق لها على طلباتها؟ لان هي اللي بتديري العملية التفاوضية بينها وبينها بصورة كمسلماني كل تصرحاته رايحة في سكة انه هيجدد؟ ومال انا بقول اللي انا سمعه بقول اللي انا سمعه مش مش او معلومتي في امور تفاوضية بين زوجة مسلماني وبين النادي الاهلي فيها صعوبة شوية انت الوقت غيرنا احنا الوقت مدرب العلم ومدرب الزمانة انا ما غيرتش واحنا عديد طب كرش قعد ولا ماشي لا كرش ان شاء الله يوصل كاسعال مدرب كويس اوي اه هقول لك على حاجة انا عرفت ازاي ان هو مدرب كويس انه بترى السعيد سافر ماتش نائي مع المنتخب مع الجماير اللي سافرت من هنا وهو راجع التقى ببعض اللعيبة فبما انه رئيس النادي بيسأل اللعيبة ايه رأيكو في الراجل مفيش لعيب ما شكرش فيه ياه طب هقولك على حاجة اخطر كمان بيحبوه ان لعيب ملعبش في البطولة ست دقايق على بعض قالك من احسن المدربين اللي اتمررنا معهم في حياتنا يا راجل ده مهند مش شرط يا مهند يا مست دايق بي جمالة يا مست دايق محمود علاء محمود علاء كنت اتسألك يا مهند محمود علاء يعني لما يبقى العيب ما لعبش احسن اللعيبة اتمررنت معه احسن 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 انا مبلعبش مفروض مخنوقه متدايق يعني متدايق منك واضح كمان انه هو ليه علاقات انسانية كويسة ونفسية كويسة مع العيبة بتاعته ودي بص سبب نجاح اي مدير فني ازا تعرف تعامل نفسية مع العيبتك انا عايز اعود ساعة كمان حبيب شرف لي احنا كده افوارنا يعني شرف لي الوقت خلص كنت الطرق الى سعيد جدا بالله فينش خليك لي يا رب والله انت كتوحشني جدا انت كده وببقى سعيد دايما ان انا شوفك بخير وبسلامة الله يخليك ونرجع للعياب الزكريات الحلوة العياب الحلوة مشكرك جدا ونورتنا وكالعادة يعني الوقت يجري معاك بنفسك مشكرك شكرا جزيلا نجملك كابتن طرق السيد